والدة ملاك لتوفاة داخل الفيلة البرلماني تتواصل بتهديدات خطيرة من أشخاص لهم محسوبين من طرف هذا البرلماني لمعتقل الآن في استجن المحلي بمدينة بني ملال معطيات لكشفتها بعض المصادر المقربة من عائلة والدة ملاك ولصرحات هذا الكلام أمام الضابط القضائي بمدينة بني ملال أكيد هذه المعلومات لغجر هذا البرلماني للتحقيق مرة أخرى بسبب هذه المكالمة الهاتفية ولي فيها تهديد بالتصفية الجسدية لوالدة ملاك والأكيد أن القضية داخل فيها رؤوس كبار فعلا ملف دي الملاك اللي مشات ضحية حضورها لواحد الحفل اللي كانوا كدهوا لأساس عيد ميلاد لكن هذا الحفل اللي تحول إلى مأتم من بعد ما تصدم هذا البرلماني بوفاة ملاك داخل الفيلا دياله والأكيد الفتاتين دي اعترفوا بالكثير من المعطيات لخلات سلطة الأمنية أنهم يزيدوا كتفوا الأبحاث ديالهم أمام هذه المعطيات إخواني إخواتي فالبرلماني المحتجز أو المعتقل الآن يحاول أنه يتقرب من والدة ملاك من أجل التنازل على القضية وإن كان القانون إخواني إخواتي بطريقة الحال ربما كيتنازلش في مثل هذه الحالات ربما كيحاول أنه يأكد لها أن ملاك راها مشات أو توفات بسبب واحد الجرعة الزائدة من الممنوعات وهذا بحد ذاته راها صراحة هذا شيء مضحك باش يقول أنه بارئ من هذه التهمة وأنه ما عنده احتش يد في هذه المسائل كلها فهذا الشيء يبيني أنه فعلا هذا البرلماني يحاول أنه يوجد رأسه على أساس باش يخرج من هذه التهمة لكن القانون للمرة الثانية أقوله إخواني إخواتي أنه ما غيرتفكش بالحرف يعني ما غيرتفكش مع هذا البرلماني واللي غيرتنتظروا أنه واحد العقوبة اللي هي صراحة أنه واحد العقوبة يعني شديدة وشديدة تقدر توصل إلى عشرين سنة لأنه فيها تجربة بصعش فيها يعني استعمال ممنوعات فيها كذلك عدم يعني مساعدة واحد شخص اللي في حالة خطر وفزافة الأشياء وردت ما لك إخواني إخواتي اللي حاولت أكدت يعني للسلطات الأمنية على أساس أنها دائما كتتوصل لمكالمات من أجل الصلح وكذلك يعني يسلمها مبالغ مالية وتقول لهم بأنه الإبنة ديها يعني ملاك راح فعلا توفات بطريقة طبيعية وكان دائما هذا البرلماني يحاول أنه يباعد الشبهة أو التهمة للوفاة الملاك خصوصا وأن هذا الولد الملاك اللي كانت حاضرة اللي جاءت يعني الوجه الصرع من إسماء الخبر يعني من جهة الصديقة دي الملاك وصراحة الأم مشات واتصدمات بالواقع وفي ذلك الفترة إخواتي في ذلك اللحظة كان هذا البرلماني اللي هو متورط الرئيسي في هذا الشيء كامل حاول أنه يعني تكون واحد يعني طريقة حبية باش أنه يسلمها مبالغ مالية وبالتالي الوفاة دي الملاك يقولوا بأنها وفاة طبيعية وهذا الشيء خطير وخطير جدا يعني في ذلك اليوم بالضبط واللي كانوا جوج فتاتين وهذا البرلماني وبحضور يعني للأم دي الملاك دي اللحظة ففي ذلك اليوم إخواني إخواتي يعني ما تم التسريب له من طرف هذ الفتاتين ولأكدوا الخبر للسلطات الأمنية أنه كانت محاولة تمس المعالم الجريمة وذلك عبر اتفاق بابين هذا البرلماني وكذلك أم ملاك اللي صراحة يعني الكبدة دي الهارة مبقاش يعني صراحة هي تصدمات ومبقاش كتفكر في شي حاجة إلا يعني في الحقيقة دي الوفاة وشكول اللي قام هذ الفعلاء وعلاش ما حميتوهاش وبزاف المسائل بهذا الخصوص فهنا الأمر صبح يعني خطير وخطير جدا تصلت والدة ملاك بالشرطة يتفاجئوا بأن لا أحد يعني دي كلارا بهذا الوفاة أو لي بشي حاجة من هذا القبيل فهنا في انتفاجآت وهنا في انعرفات الحقيقة بأن ملاك فعلا صفوها لها بتكطير قخصوا أنها القاتل دها مرسا قاوها المقجوجة للعطار للقجنف العنق وهنا في انتصدمات وخرجت واحد للغوطة هستيريا فصراحة إخوان إخواتي هذا البرناماني اللي صراحة كان يقول أن ربكم الأعلى أنا أنت وحد من قبل إياه اللي بغيث خصو أنه كان تاجر ببنات بني ملال وهذا الشي اللي هو خطير وخطير جدا واللي غيجر عليه مجموعة من المشاكل وغيجر كذلك مجموعة من المسؤولين المتورطين وهذا الشي اللي فعلا سمعناه مؤخرا خصوهم بعد ظهور بعد أنباء كتقول مسؤول أمني كبير اللي كان يحمي هذا البرلماني فعلا كان يحميه وكان يتوصل مبالغ مالية وهذا الشي اللي خلق سلطة الأمنية تزيد تعمق والتعليمات من سلطة العليا يعطاهم يعني التعليمات على أساس هذا الملف يأخذ المجرى ديره الحقيقي ويعرفوا شكونه من الناس يعني اللي صراحة كانوا مشاركين في فهد الجريمة أو لفهد القضية خصوصا الفساد فساد لأكيد أن هذا الملف لغيجر مسؤولين كبار من مدينة بني ملال وهد مسؤولين إخواني إخواني إخواتي راه الأسماء راهي سواء عند بني عند هد البرلماني أو هد المسؤول الأمني ليكشف يعني للسلطات الأمنية عن مجموعة من الأشخاص المتورتين اللي كانوا يحضروا فعلا داخل هد الفيلة على أيين الأيام القليلة القادمة بحول الله ولي غتعرف إخواني إخواني إخواتي تطورات جد خطيرة خصوصا أن العدد الأكسي لمعرفة شكونهم اللي كي يحميوا هد البرلماني فما تبقى إلا أيام قليلة وغنعرفوا الحقيقة الكاملة بهذا الخصوص إخواني إخواني إخواتي إلى حدود هد الساعة نكتفي بهذا القدر ففي انتظار ما هو جديد بخصوص قضية منال الله يرحمها فما تبخلوش أنها بالله يكذركم كذلك البرتاش بالأخص هذا الفيديو إخواني إخواتي لأن القضية خطيرة وخطيرة جدا في دل هذه التطورة الأخيرة وفي دل هذه التسريبات وهذه المعلومات وهذه المكالمات وللأكيد ستكشف كله هو مستور في هذا الأنمي لفدمتم في رأيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته